ربما هي من أطول المصالحات التي أجرتها الدولة السورية وأكثرها إقبالاً وربما هي المصالحة الوحيدة التي لم تأتي تتويجاً لعملية عسكرية وقد يكون تعقيد وضع المنطقة الشرقية وكثرة الأطراف اللعبين فيها هما ما يجعلان من تسوياتها أمراً مختلفاً سياسياً واجتماعياً تأييد العشائر للتسويات الذي أتى بأكثر من 15 ألفاً من أبناء الميادين ودير الزور والبوكمال يعكس بيئة لا تزال حاضنة لوجود الدولة السورية وخاصة بعدما ضاقت هذه العشائر ذرعاً باستبعاد الكرد لها من قرار المنطقة عسكرياً وسياسياً وهو ما قد يؤسس لتثبيت حضور أوسع للدولة في الشرق بمواجهة الكرد والأمريكيين معاً مشهد المصالحات الاستثنائي في البوكمال جنوباً جاء بقادة قصد إلى الدرباسية بريف الحسك شمالاً من أجل البحث مع وجهاء العشائر في الإفراج عن 850 معتقلاً وتوفير الخدمات الأساسية ودعم القطاع الزراعي في مناطقهم هكذا تبدو المصالحات والعشائر أوراقاً قد تكلف قصد خسارتها رهان عشر سنوات تمكنت فيها من تكريس سيطرتها على الشرق مع مئة ألف مقاتلاً وإدارة ذاتية كما قال مظلوم عبدي قائد قواتها الاجتماعات الأمريكية والكردية ببعض الوجهاء في الإشحيل وذيبان سعت إلى احتواء توجهات العشائر للتفاهم مع دماشق وتقديم تنازلة لها في الشرق وأصدرت المجالس والهيئات التابعة لقصد بيانات تهدد فيها كل من ينخرط في التسويات وتمنعه من العمل في المنظمات والهيئات التابعة لها ويبدو الاحتواء الكردي محدوداً مع استمرار تدفق المطلوبين إلى مراكز التسوية وفشل الروس بإقناع الكرد بخفض سقف مشروعهم وفك ارتباطهم بالأمريكيين وبضرورة التفاهم مع دماشق والبدء بتسوية سياسية شاملة لإنجاز ملف الشرق السوري بحسب معادلات السياسة والميدان ديما ناصف دماشق الميادين